باب للدبلوماسية لا يزال مفتوحا على مصرعيه أمام التفاوض بشأن إحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 وفق تقرير لرويترز فمنذ عامين تقريبا حاولت الإدارة الأمريكية رغم التعنت الإيرانية كما ذكر دبلوماسيون في واشنطن وفشلت في إحياء الاتفاق لكن الولايات المتحدة وحلفاءها الأوروبيين يرفضون قطع الأمل التفاؤل الغربي بشأن الاتفاق يعكس خطورة المقاربات البديلة كما نوها دبلوماسيون غربيون تحدثت إليهم رويترز فالمسؤولون في العواصم الغربية يشددون على أنهم لا يعتقدون أن هناك أي خطة للقيام بعمل عسكري ضد إيران لأن الضربة قد تعزز ببساطة أي رغبة إيرانية في الحصول على أسلحة نووية وتخاطر برد إيراني إيران الآن تقوم بتخصيب اليورانيوم وصولا لنسبة 60 في محطتها النووية فوردو متجاوزة إلى حد كبير عتبة الثلاثة في المائة فاصل سبعة وستين المحددة بموجب الاتفاق النووي لكن لا تزال بعيدة عن عتبة التسعين بالمائة اللازمة لصنع قنبلة ذرية وهو ما قال الديبلوماسيون إنهم يعتبرونه خطا أحمر حسب رويترز مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل رأى أخيرا اللا خيار أفضل من خطة العمل الشاملة المشتركة لضمان عدم تطوير إيران لأسلحة نووية حبل العقوبات بات يخنق إيران ونظامها القمعي وفق تعبير دبلوماسيين غربيين احتجاجات داخلية وعزلة دولية لكن المرجحة في المرحلة الحالية وفق تقرير رويترز أن هذا لن يمنع إبقاء الدبلوماسية حية حتى إذا ماتت خطة العمل الشاملة المشتركة المتصلة بالاتفاق النووي لعام 2015